في مقال نشره موقع كلمة المقرب من مير حسين موسوي أحد زعماء الحركة الخضراء لأبو الفضل قدياني القيادي في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية تحدث فيه عن أجهزة النظام الإيراني المستبد في عهد خامنئي والتي تطاولت على حقوق الشعب بالإضافة لوجود المؤسسات الفاسدة والتي تغذت على ذل واحتقان الشعب الإيراني وآلة القمع التي أصبحت منتشرة في كل مكان والترويج الدعائي الإيراني الزائف القدياني حمل مسئولية الفساد وكل مصائب وكوارث البلد طيلة ثلاثين عاما مضت بسبب حكمه والذي رأى أن نظرية ولاية الفقيه لا تحظى بقبول معظم رجال الدين في الحوزة والتي ثبت عمليا فشلها بعد تسليم مصير البلد لمدة أربعين عاما لولي فقيه فشل رغم حصوله على كل الصلاحيات والسلطات والقوة المطلقة حيث لجأ إلى استنزاف واحتكار الثروة وتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين بدل الإصلاح الناشط السياسي يعتبر ولاية الفقيه سما قاتلا لإيران وتدين شعبها واعتقاده أن الطريق للخلاص يبدأ بالإصلاح التدريجي في إشارة لإزاحة المستبد بخطوات متتالية مشيدا بقوله إلى أن الاحتجاجات الأخيرة جاءت بسبب الظلم والفساد وعدم التحمل خامنئي مسؤوليته تجاه شعبه يذكر أن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أوقدت موجة من الخلافات داخل النظام الإيراني وصلت إلى حد تبادل الهجوم والاتهامات بين كبار المسؤولين والشخصيات وباتت الأجنحة المتصارعة تحمل بعضها البعض مسؤولية إثر اندلاع الحراك الشعبي المحتقن في محاولة للهروب من استحقاقات الجماهير الغاضبة التي ما زالت تخرج بين الحين والآخر بتجمعات احتجاجية متفرقة للتعبير عن رفضهم للنظام برمته وتلقى خامنئ عدة تحذيرات من سياسيين إيرانيين من بينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني وسلفه السابق محمود أحمد نجاد والذين دقوا ناقوس الخطر الشعبي الغاضب على سياسة المرشد الأعلى علي خامنئي والنظام الإيراني المهدد بالسقوط في حال استمر لعدم سماعه صوت الشعب بالإضافة للضغوط الاقتصادية والسياسية